أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن تعزيه الحرة إلى جلالة الملك تشارلز الثالث بوفاة جلالة الملك إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا واستذكر جلالته في رسالة بعثها إلى ملك بريطانيا الأثر الكبير الذي كان للملك إليزابيث على المستوى العالمي قائلا إنها كانت مثالا للحكمة والقيادة المتزنة والتفاني في خدمة شعبها وأشار جلالته إلى دور الملك الراحلة في تعزيز العلاقات الوطيضة بين العائلتين المالكتين والشعبين في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة كما قدم قداسة البابا فرنسيس تعزيه إلى جلالة الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا بوفاة جلالة الملك إليزابيث مؤكدا صلواته ودعواته للراحلة وللمسؤوليات الكبيرة التي يتحملها الملك الجديد وقال في برقيته الموجهة إلى الملك تشارلز إذ أحزانني جدا خبر وفاة جلالة الملك إليزابيث الثانية فإنني أقدم التعازي الحارة لجلالتكم وأفراد العائلة المالكة وشعب المملكة المتحدة والكومنويلث وتابع الحبر الأعظم يقول أنضموا إلى جميع الذين يبكونها رافعا الصلاة من أجل الراحة الأبدية للملكة الراحلة ومشيدا بحياتها التي عاشتها في خدمة بلا كلل لخير الأمة والكومنويلث وبمثالها في الإخلاص للواجب وشهدتها الراسخة للإيمان بيسوع المسيح ورجائها الثابت في وعوده مستمطرا فيض البركات الإلهية كعربون تعزية وقوة في الرب على صعيد متصل أعلن قصر بيكينجهام موعد مراسم جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي توفيت في الثامن من أيلول الجاري في سكوتلندا ووفق الإعلان قال القصر أن الجنازة ستقام يوم الاثنين المقبل في العاصمة البريطانية لندن ومن المتوقع حضور مسؤولين من جميع أنحاء العالم لمراسم الجنازة التي ستقام في كنيسة وست مينستر موسيقى